يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتبعونا في برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات وزي ما احنا متعودين طبعا بيكون معانا كل حلقة كتاب مختلف بكاتب متميز بموضوع مختلف بنرقشه معاكم وطبعا زي ما احنا عارفين انه مواضيع الكتب لا تنتهي كتابنا النهاردة كتاب شايق جدا كتابنا هو ماذا لو سؤال بيدور في بالنا طول الوقت كتير جدا بنفكر في حاجات كتير بنعملها وقرارات بنكون أخدناها وبعدين نسأل نفسنا إيه اللي كان يحصل لو ما كناش عملنا كده أو إيه اللي كان ممكن يحصل لو ما كنتش قبلت الشخص ده أو لو ما كنتش عملت التصرف ده أو لو ما كنتش أخدت القرار ده لو 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 طول الوقت في بالنا أسئلة كتير جدا بتدور دايما على إجابتها في بالنا لو ما تصرفناش التصرف ده وبنرجع نسأل نفسنا لو كنا تصرفنا تصرف تاني او لو كنا اخدنا قرار تاني تفتكروا كانت النتيجة ممكن تكون مختلفة تفتكروا كان ممكن اللي يحصل ما يحصلش بلاش كل ده طب انا لو كنت حد تاني اصلا بتفكير تاني بتصرف تاني بافكار تانية بطريقة تانية ولو كنت شخص تاني خالص هل كان ممكن تتغير حياتي هل كانت ممكن تتغير ردود افعالي هل كانت ممكن تتغير مواقفي حاجات تانية كتير واسئلة كتير باختصار بيتكلم عنها عن الاحتمالية نتغلم عن ماذا لو ماذا لو هو عنوان كتابنا النهاردة واللي هيكون معانا في استوديو يحكى ان وهتنورنا الكاتبة الشابة الجميلة ساندرا سراج وهي مؤلفة الكتاب والحقيقة هي كتبة ابتدت مشوارها في عالم الكتابة من 2017 كتبت اكتر من رواية الحقيقة ان هي قدرت تحط نفسها مكان مهم واستكبار الكتاب باسلوب مختلف بموضوعات جديدة بروايات مختلفة شاركة برواياتها يمكن في معرض الكتاب كمان في 2023 وعلى الفكر احنا كان لنا معاها في انترفيو في المعرض وهنستقبلها على طول ولكن قبل ما استقبل ضفتي تعالوا نعرف مع بعض زي ما انتم متعودين او نشوف مع بعض زي ما انتم متعودين تقرير الباسلر او الكتب الاكتر مبيعا للاسبوع اللي فات ونرجع على طول نبتزي حلقاتنا مع حضراتكم اشتركوا في القناة